بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وهي الحلقة التاسعة والثلاثون وخصصت هذه الحلقات الحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وصلنا في هذه الأثناء إلى موضوع مهم جدا وموضوع السودان وعلاقة مصر بالسودان وعلاقة الإنجليز بمصر والسودان موضوع شائك في أذهان لكثيرين وغائب عن أذهان لكثيرين لكن بسهولة أحاول أن آتي عليه حتى يفهم للإخوة والأخوات العلاقة بين مصر والسودان من جهة والعلاقة بين مصر والسودان وبين الإنجليز من جهة أخرى ومصر والسودان كان يعدان جزءا واحدا في التاريخ الحديث حتى أن إخواننا المصريين وإخواننا السودانيين يقولون مصر والسودان حتى واحدة حتى واحدة باللغة المصرية والسودانية الهجة المصرية والسودانية يعني قطعة واحدة جزء واحد ففعلا السودان ومصر في وادي النيل ومصر حدوده الطبيعية تنتهي في نهاية السودان فهذا أمر معلوم الذي انتبه لهذه القضية مبكرا هو محمد علي محمد علي باشا الحاكم المصري الذي جاء وتحدث عنه في حلقة مفردة ما أعيد الحديث عنه الآن لكن تنبه لموضوع السودان وأرسل الحملات المصرية لفتح السودان وتوسعة حدود مصر إلى حدودها الطبيعية في البحر الأحمر وإلى بحيرة فيكتوريا جنوبا ما وصل محمد علي إلى هذا لكن حاول السودان هو أكبر بلد إسلامي في المساحة اليوم لكن بعد استقلال قزاقستان من تركستان أحد الجمهوريات التركستان الغربية صارت قزاقستان هي أكبر بلد إسلامي في المساحة في العالم مساحة تبلغ ثلاثة ملايين إلا ربعا تقريبا من الكيلومترات ثلاثة يعني مليونين وسبعمائة وخمسين ألف كيلومتر مربع تأتي بعدها السودان قبل استقلال قزاقستان من اتحاد السوفيتي كان السودان هو أكبر بلد إسلامي من حيث المساحة بلد شاسع شبه قارة ضخم بموارده بشعبه بتاريخه بجهاده ضد الكفار بنشره الإسلام من السودان إلى البلاد البعيدة والقريبة والحدودية وغيرها السودان بوابة الإسلام إلى وسط وجنوب إفريقيا والسودان بلد له تاريخ رائع وجليل وحافل القسم الشمالي من السودان يسكنه عرب مسلمون قريبوا الملامح والعادات والتقايد من المصريين القسم الجنوبي من السودان تسكنه قبائل زنجية يغلب عليها العنصر الوثني وفيها وجود إسلامي ونصراني السودان تزرع وتنتج من مدة طويلة جدا يعني وجدت مصنوعات قطنية في السودان من 1814 يعني 200 سنة تقريبا ودخل القطن السودان قبل مصر وهذا معلوم لأن محمد علي هو الذي جالب القطن إلى مصر من الهند القطن الجيد المتميز المصري باختصار شديد محمد علي أراد أن يتوسع إلى الجنوب المصري عن طريق السودان فوصل إلى الشرقا إلى الكسلة والقضارف والقلابات ووصل جنوبا إلى جرونكر الذي سميت اسماعيلية بعد ذلك فعات الخديو وامتدت حدود مصر امتدادا كبيرا جدا وصل إلى البحر الأحمر يعني عمليا ودخل سواكن ومصوع وكسلة والقضارف والقلابات وامتدت حدود مصر امتدادا هائلا لكن هذا كان بتضحيات مصرية جسيمة وبقتل كثر وبأموال ضخمة بذلت من أجل هذا لما جاء الخديو اسماعيل ضم سواكن ومصوع نهائيا وزيلع وبربرة دخلها وأوصل حدود مصر إلى مملكة أوغندا أيضا كانت مع مصر كما يظهر في الخريطة أمام الأخوة والأخوات الخريطة واضحة لإظهار الحكم مصر وامتداداته وصل إلى أوغندا يعني وصل عمليا إلى منابع النيل في بحيرة ألبرت وبحيرة فيكتوريا وهذه حدود واسعة واسعة جدا سواكن ومصوع وزيلع وبربرة وبحيرة ألبرت وفكتوريا ومملكة وداي من ناحية الغربية فهذه مملكة ضخمة تفوق مساحة مصر ولذلك كان العمل المصري في تلك الأوقات وتلك الأحوال كان عملا مهولا استهلك كثيرا جدا من الأموال ملايين الجنيهات وهو رقم ضخم جدا في مقايز ذلك الزمان وهلك في عشرات الألاف من الرجال على امتداد عشرات السنين جاءت بريطانيا بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر وأفسدت على مصر كل ذلك وإلى مصر حدودة طبيعية كانت إلى كما قلت لكم إلى البحر الأحمر وإلى فيكتوريا وألبرت وإلى أغندا بل أغندا كانت تابعة لمصر كمملكة كانت تابعة لمصر أفسد الإنجليزي على المصريين كل ذلك كيف؟ لما ضربت الإسكندرية بالقنابل وذكرت هذا في حلقة سابقة المهدي ظهر في السودان المهدي نقلت الأخبار إليه أن الإنجليز الكفار دخلوا مصر فطبعا ما يقبل رجل مسلم ومجاهد وقوي وله أتباع عدد ضخم ما يقبل هذا الكلام فرفض هذا الدخول الإنجليزي الكافر وإعلان بريطانيا احتلال مصر وقام يقاوم بريطانيا والسبب الطبيعي لأن مصر والسودان كانت شيئا واحدا جزئا واحدا فهنا كان هنا قائد مصري كان كفئا جدا اسمه عبدالقادر حلمي عبدالقادر حلمي كان قائدا للحامية المصرية في السودان جاء اللورد كرومر بعنجهية وكبر سحب عبدالقادر حلمي الذي كان قادر عن تهدية الأوضاع وأرسل هكس جنرال هكس وفي موقع تشيكان في نوفمبر سنة ثلاثة وثمانين أبيدت الحملة المصرية وقضي عليها وهذا يدلنا كيف الغباء مع الكبر والعنجهية إذا اجتمع ذلك كله ماذا يصنع من نتائج أرسل طبعا كرومر أرسل حملة بقيادة جوردن أرسل حملة بقيادة جوردن لتسحب الحامية المصرية من السودان قصة السحبة هذه قصة أليمة لأن لورد كرومر فجأة قرر عقب واقعة شيكان وهلاك من هلك جنود المصريين ومع بعض الإنجليز قرر سحب المصريين من السودان سحب المصريين من السودان كانت أكبر ضربة لمصر بعد احتلالها من قبل الإنجليز يعني التضحية بكل الملايين التي أنفقت وبكل عشرات الألاف من أرواح التي أزهقت وبكل السنين الطويلة التي بذلت من أجل تلبية رغبة بريطانيا في هذا الباب الوزير رئيس الوزراء كان شريف باشا رئيس النظار كان يسمى كان شريف باشا محمد شريف باشا معروف تحدث عنه قبل ذلك أيام الثورة العرابية طويلا وكثيرا الرجل مخلص وطني عرابي في البدايات ثم بعد ذلك فصل العرابيين ما رأى شدتهم وتهورهم في بعض المواضع مما لا يتفق مع دبلوماسيته وحنكته وتجرباته الطويلة ورأى في ذلك خطرا ففصل عنهم اختصار شديد حدث عنه من يريد أن يرجع هناك كان رجلا وطنيا وزيرا قويا رفض هذا رفض أن يستجيب للإنجليز وهنا يظهر رجال المبادئ والقوة والإنجليز ما اهتموا ولا اكترثوا جاءوا برئيس الوزراء اسمه نوبار باشا نوبار حدث عنه أيضا فيما سبق رجل أرمني نصراني ومن العجب أن يكون رئيس الوزراء في بلد مسلم لكن هذا هو وعين نوبار باشا عوضا عن شريف وهو وافق وقع على الانسحاب المصري من السودان وكانت أكبر ضربة كما قلت لكم لمصر وتخلت بذلك عن كل هذه الحدود الضخمة الهائلة الذي جرى هو أن جوردن أرسل والمهدي كان في أوج قوته وكانوا مستهنين بالسودانيين مجموعة من الدراويش كان يسمونهم الدراويش واستطاع بفضل الله تعالى المهدي أن ينتصر على جوردن أن يقتله في معركة كان لها صدى هائل في إفريقيا وفي بريطانيا وفي مصر وجراد بريطانية تحدثت عن الصدى الهائل هذا بكل ألم وحسرة كيف يقتل جوردن في السودان وكان له شأن كبير هذا الجنرال وقتل قبل أن تدركه التعزيزات العسكرية أرسلها كرومر من مصر وقتل ونفذ الانسحاب المصري من السودان وخسرت مصر بذلك أرض السودان وبقي الحال قرابة عشر سنوات على هذا الحال جاء المهدي توفي جاء بعده خليفته من بعده وزوج ابنته اسمه عبدالله التعايشي وقاد السودانيين وعاش في سن عمي نوي آم فجأة يقرر تقرر القوى الأوروبية وعلى رأسها الإنجليز أنهم يجب أن يسردوا السودان مرة أخرى يتلاعبون بمصائرنا وبأوضاعنا وبأحوالنا حاولوا أن يعطوا الإيطاليين الحبشة ليوقفوا التقدم الفرنسي هذا هو سبب ليوقفوا التقدم الفرنسي في جهة السودان الإيطاليون منوا بهزائم نكراء في الحبشة وما استطاعوا أن يصنعوا شيئا كبيرا قرر الإنجليز إذن أن يستردوا السودان هم بأنفسهم هنا الاسترداد جرى بأن الإنجليز أرسلوا قائدا جنرالا متغطصا جدا اسمه جنرال كتشنر كان هذا عدوا للخديو عباس وصارت مشكلات بينه وبينه وربما عروج عليها بعد ذلك وكان فيه عنجهية وكبر وغطرسة أرسل مع قائمة حامية مصرية وجنود مصريين وبعض الإنجليز إلى السودان ليستردوا دنقلة استردوا دنقلة هذه أو دنقلة استردوها فعلا بعد خسائر كبيرة وكذا واستطاعوا أن يفرضوا الحكم المصري البريطاني المشترك في السودان من جديد هنا طبعا قصة طويلة جرت وذلك أن لما دخل هذا كتشنر واستردوا هذه الدنقلة استردوا يعملوا مشروعات في السودان لكن قبل مشروعات وهو الأهم ما هو الوضع القانوني للسودان هنا و يعني العجب يعني هنا يظهر العجيب المكر الإنجليزي البالغ مداه والغفلة العربية مثلا في مصر هنا كانت يعني غفلة صعبة كيف استطاع الإنجليز أن يثبتوا أقداما قانونيا في السودان بدون يتحملوا أي مسؤولية بدون ينفقوا بنسا إنجليزيا واحدا هذا ما سأتي عليه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى يا الأخوة وإخوات بعد الفاصل الحكومة الإنجليزية استطاعت بمكر ودهاء أن تتخلص من كل مسؤولية لها في السودان وأن تكون في الوقت نفسه الحاكم الفعلي للسودان هذه معادلة غريبة تفقوا مع المصريين وأمضوا في سنة 1896 تفاقية أولية أن الحكم يكون مشتركا بين الإنجليز وبين المصريين ويرفع علم سوداني علم مصري يعني وعلم إنجليزي في مقرات الحكومة في السودان وليس للإنجليز بعد ذلك أي مسؤولية في السودان وهم الحكام الفعليون الذين يستغلون السودان الحاكم العام المصري في السودان لأن الحكم باسم مصر كان إنجليزيا ولا يعين إلا بموافقة بريطانيا ولا يعزل إلا بموافقة بريطانيا هذا يعني انظروا لهذا حاكم العام كل التشريعات التي في مصر لا تسري على السودان تشريعات خاصة إنجليزية في السودان وعملوا اتفاقية أخرى في سنة 1899 كانت اتفاقية خزي وندامة للمصريين في الحقيقة وبذلك هي كانت اللبنة الأولى في فقدهم السودان من وقعها؟ للأسف الشديد وقعها بطر صغالي بطر صغالي كان وكيل الوزارة الحقانية آنذاك ينسمى وزارة العدل كان سمى حقانية آنذاك بطر صغالي جد بطر صغالي هذا المعروف وهو صاحب محكمة دونشواي رئيسها محكمة خزي وعار وظلمة الفلاحين المصريين وهو صاحب خزايا كثيرة وقتل بعد ذلك بسبب مخازيه هذه المهم هو الذي وقع اتفاقية 1299 وكرئيس الوزراء آنذاك مصطفى فهمي باشا العميل للانجليز وكانت وزارة وزارة عميلة للانجليز تماما وقال كرومر في مذكراته لقد وجدت الرجل المنشود لبريطانيا من هو؟ مصطفى فهمي باشا الذي تزوج سعد زغلول بابنته صفية بعد ذلك وكان سعد زغلول دخل في الوزارة بعد ذلك لهذا السبب والأسباب أخرى سأذكرها إن شاء الله تعالى مصطفى فهمي باشا هذا العميل هو الذي حكومته وقعت هذه الاتفاقية والذي وقعها مباشرة وفاوضا إنجليز كان بطرس غالي وكانت نقطة سوداء في تاريخ مصر لأنها باختصار شديد تكلف المصريين كل شيء وفي النهاية تحملهم كل مسؤولية عن السودان أما الإنجليز فلا يتحملون أي مسؤولية وهم الحكام الفعليون للسودان والحاكم العام إنجليزي في السودان واستثمارات إنجلترا هي في السودان وأموال السودان لإنجلترا ومصر لا تنال شيئا تقريبا وهذه اتفاقية قوضت الحدود الطبيعية لمصر وأخرجت من أغندا ومن مصوع ومن زيلع ومن بربرة ومن سواكن ومن المناطق التي بذل المصريون فيها عشرات الآلاف من أبنائهم وملايين جنيهات من أموالهم هذا المكر الإنجليزي ونفضيع طبعا إنجلترا أي وقت أبدا إنما استغلت المنطقة الجديدة في الحال كتشينر أنشأ خطا حديديا من وادي حلفة في الحدود المصرية إلى الخرطوم وفي سنة 1906 مدة إلى بورسودان في 1912 في 1910 فتتح ميناء بورسودان في 1912 هناك توصيلات أيضا للسكر حديد في مناطق مختلفة لا أطول في ذكرها وانشأت عدة شركات طبعا رأس مالها مقروض بضمانة الحكومة الإمبراطورية البريطانية وأيضا استثمارات كثيرة كانت تعايدها لبريطانيا ومن أموال المصريون لم ينالوا شيئا بهذه الاتفاقية لذلك هذه الاتفاقية دائما كانت مصر دائما تريد نقضها الوفد المصري الذي يتكون بعد ذلك حزب الوفد والوفد قبله الذي أراد أن يذهب إلى باريس ليشرح القضية وسأتي لتفصيل إن شاء الله وتعالى كان يتكأ كثيرا مع معهد التسعة وتسعين أريد نقضها مصطفى النحاس باشا في إلغائه اتفاقية سنة ستة وثلاثين ألغى مع اتفاقية تسعة وتسعين أرثمية تسعة وتسعين من جانب واحد ولم تعترف بريطاني بالغاء الاتفاقية لأن المصريين شعروا بفداحة الخطأ الكبير بتوقيع هذه الاتفاقية التي لم تكن أبدا في يوم ما لمصلحة المصريين وأريد فقط أن أنقل لكم هذه النقطة المهمة كلفت حملة السودان لاسترداد السودان يعني كرومر أمر المصريين بإخلاء السودان بعد عشر سنوات أمرهم باحتلال السودان انظروا كلفت حملة السودان بين سنتين ستة وتسعين وثمانية وتسعين للميلاد يعني سنة ألف ثلاثمية وثلاثة إلى ألف ثلاثمية وخمسة من الهجرة مبلغ تقريبا اثنين مليون جنيه وثلث المليون تقريبا بما في ذلك تكاليف السكة الحديدية البريطانيون أنفقوا على السكة الحديدية وعلى جملة هذه الانفاقات ثممية ألف جنيه فقط وكان نصيب المصريين مليون وأكثر من نصف المليون بقليمة جنيهات وطبعا أيضا الإدارة وموظفي الإدارة من يدفع رواتبهم؟ مصر تدفع رواتبهم لأن علمها يرفع في السودان تصوروا المهزلة البريطانيين ما يدفعون والحاكم الإنجليزي والرواتب ضخمة للإنجليز يدفعوا المصريون يعني فيه غبن وغبن كبير وكبير جدا من ألف ثمامية وستة وتسعين ألف سعمية واثنتين عشرة كان المصريون قد أنفقوا في السودان خمسة ملايين جنيها مصريا وهذا مبلغ ضخم جدا بمقاييز ذلك الزمان وإلى سنة ألف وتسعمية وسبعين وعشرين كانت مصر تساهم بنصف مليون جنيه سنويا في السودان ومقابل رفع عالمها في السودان ولا قيمة لرفع هذا العالم أبدا إذا كانت الأموال والستثمارات والشركات هي للإنجليز وإذا كان الحاكم العام هو إنجليزيا فما الذي يبقى للمصريين ما يبقى لهم إلا الفتاة طبعا يقول هذه نقطة مهمة يقول سير سيدني لو في سنة ألف سعمية واربع عشر سؤل هل لمصر أي نصيب في حكم السودان هذا الرجل الإنجليزي يقول في صفحة ثمانية واربعين من كتاب مصر في الانتقال ينقسم السودان إلى أربع عشرة مديرية يحكم كل واحد منها حاكم أو مدير إنجليزي يسأل أمام الحاكم العام اللي هو إنجليزي أيضا الذي يسأل بدوره أمام الخديو وملك بريطانيا الخديو هذه فقط لذرنامات في العيون الخديو لا قيمة له هنا والذي لا يدين في الواقع بمسؤولية لأحد لأحد ما اللهم إلا للمعتمد البريطاني في القاهرة الذي تسمي فيما بعد المندوب السامي البريطاني في القاهرة وهو نظريا أحد القناص للعاملين الأجانب مثل أي قنص الموجود لكن عمليا هو ممثل الحكومة البريطانية التي تسيطر على حكومة مصر رأيتم يعني القضية واضحة وواضحة جدا الاتفاقات التي جرت بعد ذلك بين حزب الوفد ومصر حاولت وبين بريطانيا حاولت بكل ما تستطيع أن تلغي اتفاقية 1299 التي وقعتها الحكومة العميلة في مصر أنا ذاك للإنجليز فشلوا النحاس عندما مل سنة 1951 قبل الثورة ثورة يوليو بسنة تقريبا ألغى اتفاقية سنة 1936 في حركة جريئة ومع اتفاقية 1299 ألغاها معا وفي حركة قوية ما وافقت بريطانيا على إلغاء من جانب واحد بعد الثورة المصرية حصلت مفاوضات طويلة بشأن السودان ووضع القانوني للسودان في الأخير وافقت بريطانيا خلال ثلاث سنوات أن يعمل هناك استفتاء في السودان على الحكم الذاتي أو يلحق بمصر بصورة من الصور القانونية التي ينظر إليها بعد ذلك وأعطي السودانيون حق تقرير المصير كما يقال في تعبيراتنا اليوم البرلمان السوداني اجتمع في سنة 1374 هجرية 1855 ميلادية لينظروا في هذا الشأن فالأكثرية رأت الاستقلال التام عن إنجلترا وفي الوقت نفسي الاستقلال التام عن مصر اتفقوا على ذلك وهذا الذي جرى انسحبت بريطانيا من السودان وسلمت السودان لأهله في يناير 1376 الموافق لأهله سنة 1376 هجرية واحد يناير استقلت السودان رسميا ثم انضمت إلى الجامعة العربية بعد بضعة أشهر وسارت عضوا في الجامعة العربية ثم عضوا في الأمم المتحدة هذا التاريخ الطويل ما استطاعت مصر معه أن تحتفظ بالسودان بلدا ضخما هائلا كانت تجربة وحدوية كما يقال اليوم بتعبيرات اليوم مهمة جدا أن نحن نحتاج إلى الاجتماع والوحدة عندنا 27 دولة أوروبية في العالم اليوم تكون اتحاد الأوروبي 27 دولة وينتخبون الآن رئيسا لأوروبا وينتخبون وزارة لأوروبا بالكامل وأوروبا تتجه إلى الاجتماع في وقت دينها ليس موحدا لغتها ليس موحدة طبعا تكاد تكون كل دولة لها لغة تاريخها مليء بالدماء ومليء بالثارات فيما بينها بشكل غير طبيعي ثاراتنا نحن العرب لا تكاد تذكر بجوار ثارات الأوروبيين مع ذلك استطاعوا أن يجتمعوا في 27 دولة قابلة للزيادة إلى 30 الآن واستطاعوا أن يجعلوا النقد واحدا العملة يعني واحدة والأنظمة واحدة وتشريعات واحدة نحن تجربة أولى في العالم الإسلامي في الحقيقة تجربة رائعة جدا كان اجتماع مصر والسودان في تجربة وحدوية رائعة بدأ محمد علي وكانت هذه أنا عندي من ميزات محمد علي وعهد محمد علي اتجاه جنوبا نحو السودان لأن يرجع الفضل بعد الله تعالى للمصر والمصريين في فتح السودان أمام المدنية والتقدم وأيضا كان السودان بابا كبيرا لأفريقيا الوسطى والجنوبية بعد ذلك للأسف لم تستطع مصر أن تقنع السودانيين بأن يبقوا على اجتماعهم ووحدتهم مع السودان وحصل ذلك الانفصال الأليم الذي نتألم له ونتمنى أن يجتمع المصريون والسودانيون من جديد خاصة بعد التهديدات الهائلة اليوم اليهود يحاصرون منابع النيل ويضيقون على مصر في نيلها ومائها والسودان أيضا يضيقون عليه في حركة التفافية ماكرة جدا يحاولون إقناع دول حوض النيل بالتقليل من نصيب مصر في النيل واليوم هناك تسفتاء قادم على جنوب السودان هل يلتحق بالسودان شماله أو ينفصل وفي هذا خطر كبير على مصر وتسليم جنوب السودان للقوى العميلة النصرانية واليهودية في العالم والصليبية وهذا خطر كبير جدا نرجو أن يجتمع أجزاء واد النيل من جديد ونرجو أن يجتمع إخوة السودانيون والمصريون من جديد والله أعلم وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته